موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية سقبل السفير الأمريكي ويدعو إلى إسناد دولي للجهود الحكومية في مواجهة آثار المتغيرات المناخية رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعظو المجلس طارق صالحي عقدان اجتماعا بمحافظي المحافظات المتضررة من آثار السيول والفيضانات موسيقى ووفاته وإصابة 14 نازحا وتضرر أكثر من 7000 مأوى في مأرب جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية موسيقى إلى التفاصيل أهلا بكم من النشرة الرئيسية من قناة عدن الفضائية استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا السفين فاي وتطرق اللقاء إلى مسجدات الوضع اليمني وتطورات في المنطقة بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمررة بحق الشعب الفلسطيني تداعياتها الكارثية على السلم والأمن الدوليين وأكد فخامة الرئيس موقف اليمن ثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية ترحيب الجهود المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وسناف المفاوضات وإنهاء المعاناة الإنسانية المؤلمة ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسية السفير الأمريكي في صورة الأوضاع الوطنية اقتصاديا وإنسانيا التي فاقمتها اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني على المشآت النفطية وسفن الشحن البحري كما تطرق فخامة الرئيس إلى آثار الكارثة البيئية أو الطابعية التي ضربت محافظات حج والحديدة وتعز ومأرب التدخلات الدولية المطلوبة لإسناد جهود الحكومة في مساعدة المتضررين وإصلاح الخدمات المدمرة في المحافظات الأربع حيث أبدى السفير الأمريكي استعداد بلاده لتدخل عاجل على هذا الصعيد وفقا لتقييمة المنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني في اليمن حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ألواء الركن صالح المقالح عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس العميد طارق صالح اجتماعا بمحافظي المحافظات الساحلية الغربية المتضررة من آثار السيول والفيضانات وذلك بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني ووقف الاجتماع أمام مستجدات جهود الإغاثة في محافظات تعز وحج والحديدة التي ضربتها مؤخرا موجة أمطار غزيرة وسيول جارفة مخلفة عشرات الضحايا ودمارا هائلا في الممتلكات العامة والخاصة وعرض عدو مجلس القيادة الرئاسية العميد طارق صالح تقريرا موجزا حول مستجدات الكارثة الطبيعية وجهود الإغاثة المحلية لقوات المقاومة الوطنية والاتصالات المنسقة مع السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية لتعزيز فرص الوصول إلى كافة المتضررين وإعادة تأهيل الخدمات والبنى الأساسية المدمرة وسمع الاجتماع من محافظي المحافظات تعز نبيل شمسان والحديدة الدكتور الحسن طاهر وحج عبد الكريم السنيني إلى إحاطات بشأن التقديرات الأولية للأضرار والخسائر البشرية والمادية التي خلفها المتغير المناخي في المحافظات الثلاث وأشار التقرير الأول إلى تدمير أكثر من 1500 منزل للنازحين وأضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة في مديريتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة كما تضررت شبكة المياه ومناطق الإيواء والطرق الرئيسية في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس من محافظة حجة وفي محافظة تعز دمرت السيول الجارفة بمديرية مقبنة قنوات الرئي ومساحات كبيرة من الحيازات الزراعية وآبار المياه فضلا عن الأضرار البالغة في الطرق الإسفلتية والأراضي الزراعية بين محافظتي تعز والحديدة عبر مديرية المخى كما تحدث قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الرقن يحيى صلاح حول مسار جهود العون الإنساني والمتطلبات الإضافية لتخفيف من وطأة الكارثة هذا ونوهت الإحاطات بتدخلات مركز الملك سلمان التي شملت شحنات إغاثية بما يزيد عن 1200 خيمة وأكثر من 1000 حقيبة إيواء و5535 سلة غذائية إلى المديريات المحررة من محافظة حجة وأقر الاجتماع تدخلات إغاثية وإنمائية طارئة تحت إشراف عدو مجلس القيادة الرئاسية العميد طارق صالح والتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المعنية لحش الدعم الإقليمي والدولي بما في ذلك سبل دفع الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني لتسهيل وصول المساعدات العينية والمادية إلى المناطق الخاضعة لها بالقوة أشهد مجلس القيادة الرئاسي أو رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالاستجابة الإغاثية العجلة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مركز المالك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتدخلاتهم الإنمائية المرتقبة لتخفيف من معاناة المواطنين في كافة المناطق المنكوبة وأشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور قوات المقاومة الوطنية وخليتها الإنسانية في مواجهة تداعيات المنخفض الجوي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة داعيا كافة المنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص الوطني إلى المساهمة في مد يد العون لعشرات الآلاف من المتضررين بأثار المتغير المناخي الذي دخل محافظة مأرب حضر الاشتماع مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ألوى صالح المقالح بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء وموساه إلى صهيب عبدالغان الشميري وإلى إخوانه وكافة أفراد عائلتهم بوفاة والدهم السفير عبدالدكتور عبدالغان نصر الشميري سفير بلادنا لدى جمهورية اندونوسيا وذلك بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني المشرف في المجالين الإعلامي والدبلوماسي وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم أعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه وصادق موساته لأبناء السفير عبدالغان الشميري وكافة إخوانه وأفراد عائلته بهذا المصاب الأليم وأشاد فخامة الرئيس بمناقب السفير الشميري ومواقفه وأدواره البارزة في خدمة وطنه وشعبه وتفانيه وإخلاصه في كافة المهام الموكلة إليه خلال تقلده عديد من المواقع القيادية التي كان من أهمها شغله لمنصب رئيس قطاع الفضائية اليمنية قبل أن يتم تعينه في العام 2018 ميلادية سفيرا لدى جمهورية اندونوسيا وهو المنصب الذي ظل يشغله بجدارة حتى وفاته كما أثنى فخامته على إسهامات الدكتور الشميري بحركة التنوير الوطني على السعيدين الإعلامي والنقابي سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمها أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأربا لواء سلطان العرادة اجتماعا استثنائيا للجنة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة الكوارث عاقب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والعواصف الرعدية التي شهدتها المحافظة صباح اليوم مع بداية المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن يستمر 72 ساعة وما خلفه من أضرار في الأرواح والممتلكات خاصة في مخيمات النزحين والسماع ذو مجلس القيادة الرئاسي إلى الإحصاءات الأولية عن حجم الأضرار على مستوى كل قطاع والتي سجلت وفاة أربعة مواطنين منهم حالة وفاة بسبب الصواعق الرعدية فيما أصيب عشرة آخرين بعضهم إصابتهم خطيرة بعضهم إصابتهم خطيرة ومازالوا يتلقوا العناية في المستشفيات وأشرت الإحصائيات الأولية إلى تسجيل أضرار في مساكن النازحين في واحد وأربعين مخيما بالمديريات حيث بلغ عدد الأسر المسجلة حتى الآن المتضررة مساكنها كليا حوالي 2973 أسرة والأسر المتضررة جزئيا حوالي 4206 أسرة حيث تم إيواء الأسر المتضررة في مراكز إيواء مؤقت من مدارس تم تحديدها مسبقا للإخلاء عند الطوارئ كما قدمت اللجنة تقييما أوليا عن الأضرار على مستوى كل قطاع من قطاعات البنى التحتية والكهرباء والصحة والمياه وغيرها وكذا تفصيلا عن إنجازات فرق الطوارئ لإصلاح الخدمات العامة خاصة الكهرباء والتي تعمل فرقها بشكل متواصل بعد تسبب الأمطار بتقطيع شبكات التوزيع والنقل وأضرار وأعطال في المحولات والقواطع وتمكنت فرقها من إعادة أكثر من خبصة خطوط في مديريتين المدينة والوادي للعمل وسمرار أعمال الإصلاحات في بقية الشبكات ووجه عدم مجلس القيادة الرئاسي بسرعة توفير احتياجات الأسر النازحة المتضررة من مواد إيوائية وغذائية ومستلزمات ضرورية لتخفيف معاناتهم على نفقة السلطة المحلية والتواصل مع شركاء العمل الإنساني من المنظمات الأممية والدولية للمساهمة في تقديم المساعدات العجلة كما وجه العرادة إدارة الكهرباء بالعمل على إصلاح الأعطال وإعادة الكهرباء لمخيمات النزوح التي انقطعت عنها بسبب الأمطار والعواصف الرعدية على وجه السرعة وتتحمل سلطة المحلية شراء وتوفير كافة المستلزمات وشدد عدم مجلس القيادة الرئاسية على لجنة الطوارئ بالعمل بشكل مستمر ودؤوب على مدار الساعة في تقييم الأضرار وأعمال الحماية للمواطنين في المخيمات والأحياء السكانية لتجنيبهم المزيد من الأضرار المتوقعة في ظل السمرار المنخفض الجوي وتحذيرات الإرصاد بذلك الخصوص تفقد عدو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب بلوى سلطان العرادة جانبا من الأضرار التي لحقت بالنزحين في مخيمين جو النسيم شمال المدينة ومخيم الجفين جنوب المدينة جراء الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة دكتور عبد الربو مفتاح ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين سيف مثنى طلع المحافظ على ما خلفته الأمطار والعواصف وما لحق بخدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات العامة ووجه العرادة رئيس لجنة الطوارئ الفرعية بالمحافظة دكتور عبد الربو مفتاح بسرعة تلبية الاحتياجات الأساسية وضرورية للنازحين من إيواء وغذاء إلى جانب سرعة إصلاح الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والاهتمام باحتياجات الأسر التي تم تسكينها في مدارس الإيواء المؤقتة أثناء الأمطار والعواصف هذا وشدد عدد مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة أن تعمل لجنة الطوارئ التابعة لسلطة المحلية على قدم وساق كل في مجاله لحماية النازحين في المخيمات والمواطنين في الأحياء السكانية وتقديم كافة أوجه الاهتمام والرعاية وإنجاز الحصر والتقييم للأضرار ورفع تقارير شاملة بالاحتياجات الملحة والضرورية الطارئة لتلبيتها بأسرع وقت ممكن وتخفي في معاناة المتضررين بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني برقية عزاء وموساه إلى أسامى عبدالغاني الشميري وإخوانه وحامد نصر الشميري وكافة آل الشميري بوفاة الدكتور عبدالغاني نصر الشميري سفير بلادنا لدى اندونوسيا والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وقال البركاني في البرقية تلقينا بحزن عميق نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الفاضل الدكتور عبدالغاني نصر الشميري سفير بلادنا لدى اندونوسيا والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني جسد خلالها نموتجا للإعلامي المتميز والدبلوماسي المحترف في تمثيل الوطن ومثالا للدبلوماسية والتفاني والكفاءة مضيفا نتوجه إليكم وإلى أسرتكم الكريمة بخالص العزاء والمواساه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن خالص العزاء وعظيم المواساه بوفاة سفير اليمن لدى جمهورية إندونوسيا الدكتور عبدالغاني نصر الشميري والذي خسر الوطن برحيله واحدا من كوادره المتميزة الذين عملوا بكل إخلاص في جميع المسؤوليات والمواقع التي شغلها وقدم دولة رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي بنجل الفقيد أسامى العزاء والمواساه له وركافة إخوانه وأفراد أسرته في هذا المصاب الجلل والذي ستظل آثاره أو مآثره كإعلامي ودبلوماسي وأكاديمي والسياسي شاهدة على كفاءته وبصماته في البناء والعمل بجانب سمعته الطيبة وما يحظى به من محبة واحترام لدى كل من عاصروه منوها بمشاركته الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني في فريق الحكم الرشيد وعبر رئيس الوزراء عن أحر تعازي وصادق المواساه إلى أبناء الفقيد وإخوانه وكل محبيه واليمنيين جميعا بهذا المصاب الجلل سائل أن الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساه إلى أسامة عبدالغاني الشاميري وإلى كافة إخوانه وكافة آل الشاميري عزاه خلالها بوفاة والده سفير بلادنا لدى إندونسيا الدكتور عبدالغاني نصر الشاميري والذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والدبلوماسي وقال الدكتور بن دغر بوفاة الدبلوماسي المرموقة الدكتور عبدالغاني نصر الشاميري خسرت الدبلوماسية اليمنية أحد أبنائها المخلصين والسياسي والكادر القيادي المتميز كما خسرت بلادنا أحد باحثيها ومثقفيها الذين أسهموا في إغناء المكتبة التاريخية اليمنية ذات البعد الوطني وأشهد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد الوطنية والاجتماعية والدبلوماسية حيث تقلد العديد من المناصب في إطار رئاسة الجمهورية ووزارة الإعلام وفي دوائر مؤسسات الإذاعة والتلفزيون وتقلد العديد من المهام الوطنية وعبر الدكتور بن دغر عن خالص العزاء وصادق الموساه بهذا المصاب الأليم سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون نعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وكافة منتسبيها في الداخل والخارج الدكتور عبدالغني نصر الشميري سفير بلادنا لدى اندونوسيا والذي وفته المنية بمستشفى MMC في العاصمة الاندونوسية جاكرتا بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن وأشارت الوزارة إلى أن سفير الشميري تقلد العديد من المناصب منها سفير بلادنا في اندونوسيا وعمل في إطار رئاسة الجمهورية ووزارة الإعلام وفي دوائر مؤسسات الإذاعة والتلفزيون وتقلد العديد من المهام الوطنية وأكيدة أن الوطن خسر شخصية دبلوماسية وسياسية وإعلامية بارزة وعبرت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلة أن المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجع نعت وزارة الإعلام وتلفزيون عدن الفضائية إلى متسبيها والوسط الإعلامي والصحفي الشخصية الإعلامية والدبلوماسية الوطنية السفير الدكتور عبدالغني نصر الشميري الذي وفاه الأجل وهو في ذروة عطائه وتميزه وقالت الوزارة في بيان النعي لقد فقدت اليمن واحدا من المناظلين الذين خاضوا غمار العمل الوطني في المجال الإعلامي والدبلوماسي معليا مصلحة الوطن وثوابته وكان مدرسة في العمل الإعلامي كما كان نموذجا متميزا للنجاح في إدارة المؤسسات الإعلامية من خلال المناصب التي تقلدها منها رئيسا لقطاع تلفزيون قناة عدن الفضائية وكذلك رئيسا لقطاع تلفزيون قناة اليمن الفضائية التي شهدت في عهده نقلة نوعية وكان بحق من أبرز الوجوه الإعلامية حتى انتقاله إلى العمل الدبلوماسي ونوه بيان النعي بمناقب الفقيد الذي تمتع بروح وطنية وامتلك قدرات عالية في إدارة العلاقات وتنظيم الاتصال والتواصل كدبلوماسي متز وشخصية سياسية وكان مدرسة للشباب المرتحق بالعمل الإعلامي باذل المساعداته وجهوده من أجل الآخرين قريبا من الجميع بأخلاقه والقيم الإنسانية والوطنية التي حملها فجمع بين الأخلاق والتواضع وبين الجدية والمهنية والصرامة في العمل ما جعله محبوبا لدى الجميع وعبر البيان عن الخسارة الكبيرة برحيل فقيد الإعلام والدبلوماسية اليمنية في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد لكن عزاؤنا ما خلفه الفقيد من بصمات في التطوير والتحديث الإعلامي وظل على ذات الوتيرة في العمل الدبلوماسي حتى غادر هذه الحياة وأتقدم البيان بخالص التعازي والمواساه إلى أبناء وأسرة الفقيد وكل رفاقه وزملائه وتلامذته والوسط الإعلامي والدبلوماسي سائلنا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون دشن وزير العدل القاضي بدر العارضة بالمعهد العالي للقضاء في العاصمة المؤقتة عدن دشن الامتحانات التحريرية لطلاب السنة الأولى للدفعة الرابع والعشرين دراسات تخصصية عليا للعام الدراسي 2023-2024 وطاف وزير العدل في القاعة المخصصة لأداء الامتحانات التحريرية في كلية الحقوق بمديرية البريقة مستمعا من عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور نضال عبيد وعميد كلية الحقوق الدكتور محمد صالح لشرح عن مستوى الإعداد والتهيئة للعملية الامتحانية وبدأ توفر الأجواء الملائمة للطلاب بما يضمن أداءها بسهولة ويسر وأكد الوزير العارض أن هذه الامتحانات التحريرية تمثل جزءا من عملية إعداد القضاء مجددا على أهمية الالتزام بالضوابط واللوائح الخاصة بسير الامتحانات وكذا اللوائح الدراسية للمعهد مشيرا إلى أن الهدف من العملية التعليمية هو تأهيل قاضي يتحلى بالمعرفة ويتمتع بحسن السيرة والسمعة الحسنة والانضباط ويعكس هيبة ووقار القضاء بدوره أشهد عميد المعهد إلى أن المعهد استكمل جميع التحضيرات لضمان سير الامتحانات بشكل سرس ناقش اجتماع عقدا في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي خطة عمل اللجنة المكلفة بحصر أضرار المنخفض الجوي والذي تعرضت له المناطق المحررة في الساحر الغربي وسمع الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس وليد رتمان من الوكيل المساعد ورئيس اللجنة المهندس وليد الساحم إلى شرح حول خطة عمل الفرق المكلفة بالنزول وتنفيذ أعمال الحصر وإعداد تقارير تفصيلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأضرار أكد الاجتماع على ضرورة تنسيق العمل مع السلطات المحلية في الساحر الغربي لضمان تحقيق أقصى قدر من الفاعلية لتنفيذ الخطة والاستفادة من الخبرات المحلية لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية وفي الاجتماع أشار الوزير الحريزي إلى أن اللجنة ستعتمد على كادر فني من المؤسسة العامة للطرق والجسور وسلطة المحلية لتنفيذ مهامها الميدانية برقة وفعالية منوها بدور صندوق صيانة الطرق في دعم الاحتياجات العجلة وتنفيذ الأعمال الضرورية ضمن الخطة وأشار الحريزي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة السياسية والحكومة على تقديم الدعم اللازم للمناطق المتضررة وضمن إعادة تأهيلها في أسرع وقت ممكن بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن مع نائب رئيس بعثة أطباب لحدود الفرنسية لدى بلادنا هاني المليحي الموضوعات المتصلة بتدخلات المنظمة في القطاع الصحي وأشهد وزير الصحة بتدخلات المنظمة النوعية والمميزة لاستهداف القطاع الصحي لافتا إلى أند الوزاء الوزارة حريصة على الاستمرار في تقديم التدخلات العلاجية الجراحية النوعية وتطويرها بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن مع فريق من مؤسسة إثراء للتمكين والاستجابة الإنسانية برئاسة الدكتور مراد الداعري عددا من الموضوعات المتصلة بشأن الصحي والسمع الوزير بحيبح لشرح من الفريق على الترتيبات الجارية لتنفيذ مخيم جراحي الأورام بالتعاون مع مؤسسة إيلاف الكويتية وخطط المؤسسة في إنشاء ودعم عدد من مراكز الغسيل الكلوي بعدة محافظات أكد وزير الصحة على ضرورة الاتجاه إلى العمل المؤسسي وتعزيز الشراكة مع وزارة الصحة وتوجيه التدخلات في الأماكن ذات الاحتياجات العالية دشن وزير الزراع والري وثروة السمكية الواء سالم السقطر بالعاصمة المواقتة عدن أعمال ترميم وصيانة المبنى الإداري لميناء الاستياد السمكي في مديرية التواهي وذلك ضمن مشروع عادة تأهل وتطوير ميناء الاستياد السمكي وملحقاته الذي ينفذه البرنامج للمئيل الأمم المتحدة بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية بتكلفة بلغت 35 مليون دولار وسمع الوزير السقطري من رئيس الهيئة العامة للمصائل السمكية خريج عدن إلى مراحل مشروع تأهيل المبنى الإداري لميناء الاستياد السمكي وما تشكله من أهمية لتعزيز قدراته على خدمة المجتمع المحلي بكفاءة وتلبية احتياجات العاملين وكافة المتعاملين مع الميناء وأكد الوزير السقطري اهتمام الوزراء بتنفيذ مشروع عادة تأهيل وتطوير ميناء الاستياد السمكي للرفع كفاءة عمليات الميناء وتعزيز قدراته التشغيلية وبما يصب في مصلحة الصيادين والمستثمرين في هذا المجال ويشمل مشروع الترميم وتطوير الميناء إعادة تأهيل البناء التحتية للمرافق الرئيسية والتي تضم رصيف الميناء بساعة 530 متر ومصنع الثلج ومخزن التبريد بساعة 2000 طن ومركز مرافق معالجة الأسماك والمبنى الإداري والمستودعات وعددها سبع وحدات وأنظمة الطاقة والورشة المركزية نحن في زيارة إلى ميناء الاستياد برفقة قيادة الوزارة وكل الوزارة والهيئة لعمل مصاد السماكية ومنظمة اليون دي بي الشريك الأساسي في تنفيذ هذه المشروع نحن اليوم نبدأ في عملية صيانة وتأهيل مبنى الإداري لميناء الاستياد وتأهيل بقية المنشآت الاقتصادية الوحدات الاقتصادية المرافقة للميناء سواء كانت تلاقي المركزية أو الوحدات الاستياد التي تعمل بالمنشآة كذلك نتابع مع الفريق الفني والاختباري والشركة الاستشارية الاختبارات الفنية للميناء والقدرات الفنية والقرسانية وإمكانيتها لإعادة التدكيق بالعملية الفنية وما هو يتم تأهيله وما يتم تغييره لنصل إلى النتيجة النهائية للأعمال الفنية مع الشركة الاستشارية للبدء بالعمل بصورة مباشرة في الميناء التي تأهيله الذي يأتي التمويله من الألمان بمبلغ حوالي 35 مليون دولار ويأتي تنفيذه عن طريق اليوندبي ومقاولين المحليين وشركاء في إطار هذه الوزارة واليوم نحن نحن كفريق وزارناتي في تتشين المرحلة الأولى اللي هو تأهيل المبنى الإداري الميناء لكما تلاحظون اليوم كفريق إعلامي مرافق من هذه الزيارة التقى وزير الهدارة المحلية حسين الأغبري بالعاصمة المؤقتة عدن بمحافظ محافظة إبل والركن عبدالوهاب الوائلي وذلك للإطلاع على مسجدات الأوضاع الإنسانية للمواطنين بالمحافظة التي لا زالت تحت سيطرة ميليشي الحوث الإرهابية وفي اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية وتمويل عبدالغفار العيساء ومدير عام الشيون المالية بالمحافظة عبدالرؤوف المحية أكد الوزير الأغبري حرص الوزارة على إلاء إب الاهتمام كغيرها من المحافظات التي تقع تحت سيطرة الميليشي الحوثية الإرهابية مشددا على أهمية التنسيق والتعاون الهادف لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات والعمل على توثيق كافة الجرائم والانتهاكات والانتهاكات التي تمارسها ميليشي الإنقلاب الحوثية بالمحافظة من جانبه استعرض محافظ محافظة إب الأوضاع الإنسانية التي تعيشها المحافظة والانتهاكات التي تمارسها ميليشي الحوثي بحق أبنائها مثمن المواقف الحكومة الدعمة لسلطة المحلية معربا عن شكره وتقديره لقيادة وكوادر الوزارة للقيام بالتنسيق والتعاون لما من شأنه خدمة المحافظة ناقش وزير الشباب والرياض نايف صالح البكري مع أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون عددا من القضايا المتعلقة بالشأن الرياضي والشبابي في المحافظة وهموم أنديتها وقلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة الدكتور عزام خليفة أشهد البكري بجهود سلطة المحلية ودعمها لمختلف الأنشطة الرياضية المقامة فيها إلى جانب دعمها للأندية وفعالياتها المختلفة مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة لما فيه صالح الرياضة والشباب فيها ودعم شريع البنى التحتية التي تضررت بسبب الحرب والعمل معا من أجل إعادة تأهيلها وبنائها خصوصا ملاعب ومنشآت المدينة الرياضية بمديرية الشيخ عثمان فضلا عن تطلعات الجميع في بناء وتشهيد المسبح الأولمبي في عدن بدوره ثمن معاون الجهود التي تبدلها وزارة الشباب والرياضة وحرصها على دعم أندية المحافظة والوقوف إلى جانب الشباب والرياضيين فيها وكذا دعم شريع البنى التحتية مشيرا إلى أن سلطة المحلية في عدن تتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق لما فيه صالح رياضة المحافظة وشبابها التقى نائب رئيس هيئة الأركان العمل والركن أحمد البصر أو البصر في مقر وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن المستشار العسكري للمبعوث الأممي أنتوني هيوارد والوفد المرافق له وناقشت لقات طورات الأوضاع العسكرية في ظل سمرار اعتداءات بليش الحوث الإرهابية على مواقع القوات المسلحة في مختلف جبهات القتال وأوضح نائب رئيس الأركان لمستشار المبعوث بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية تحمل مشروعا عنصريا سلاليا متخلفا بنعم من النظام الإيراني لزعزعة سكرار اليمني والمنطقة مؤكدا أن هذه الميليشيا لا تؤمن بالسلام وعبر لواء البصر عن استغرابه من تراخي الموقف الأممي تجاه هذه الميليشيا رغم رضوخ أو وضوح نشاطها الإرهابي والذي تضرر منه العالم أجمع بعد استهدافه للسفن التجارية وطرق الملاحة الدولية ناهيك عن جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات خاصة الخاضعة لسيطرتها بالقوة وذكر اللواء البصر بالتحذيرات المتكررة لقيادة وزارة الدفاع في من خطورة التماهي والتراخي مع تهديدات ميليشيا الحوث الإرهابية لخطوط الملاحة الدولية ما سيشجع جماعات إرهابية أخرى على انتهاج ذات المسار لتهديد السلم والأمن الدوليين من جانبه قال المستشار العسكري للمبعوث الأممي إن الأمم المتحدة تعملوا بشكل جدي على إعادة تقييم الأوضاع لتحقيق السلام في اليمن في ظل التطورات الخطيرة والمرحلة الحرجة التي تعيشها ناقش اجتماع عقدة في العاصمة المواقتة عدن مستوى أداء العمل بصندوق التقاعد الأمني في وزارة الداخلية خلال المرحلة الماضية وجهود إعداد ووضع خطة الصندوق للنصف الثاني من العام 20-24 ميلادية وناقش الاجتماع برئاسة مدير عام صندوق التقاعد العميد الروكنايف الحميدي تقارير العمل الخاصة بالصندوق والآليات والضوابط التي ينبغي على الجميع الالتزام بها لمواصلة النجاحات وعدد من القضايا الهامة ومنها عملية صرف التسويات المستحقة للمتقاعدين بالقرار الرئاسي بشأن معالجة قضايا الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية وسعرض الحميدي مستوى سير الأداء والأعمال وإنجاز تلك المهام بما يساهم في تحسين مستوى أداء الإدارة العامة للتقاعد ووجه الحميدي مدراء الإدارات بالإدارة العامة لسندوق التقاعد الأمني ومدراء الفروع بالمحافظات المحررة بتسهيل إجراءات المتقاعدين وتدليل كافة الصعوبات التي تواجههم كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب عن إحصائية أولية بحجم الخسائر التي خلفتها الأمطار الغزيرة والتي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية في أوصات النازحين والتي تسببت في وفاة وإصابة أربعة عشر نازحا وأوضحت الوحدة التنفيذية في الإحصائية الأولية أن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة تسببت في وفاة أربعة نازحين وإصابة عشر آخرين بينهم أطفال ونساء وأشارت إلى أن السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة تدفقت بشكل كبير إلى داخل مخيمات النازحين وتسببت بتضرر مأوى سبعة آلاف ومئة وتسعة وسبعين أسر نازحة منها ألفين وتسعمائة وثلاثة وسبعين مأوى تضرر بشكل كلي وحوالي أربعة آلاف ومئتين وستة مأوى تضرر بشكل جزئي في عدة مخيمات بالمحافظة مطالبة شركائها بسرعة تقديم المعرونات الإغاثية من المواد الإيوائية والغذائية العاجلة للأسر المتضررة والمساهمة في حماية النازحين ومخيماتهم من الأمطار والسيول والفيضانات والعواصف والكوارث الطبيعية إلى ذلك شهدت محافظة تمارب أمطار غزيرة وعواصف رعدية سمرت لساعات والتي أدت إلى أضرار في مخيمات النازحين والخدمات العامة ووضح وكيل المحافظة دكتور عبد الرب مفتاح في تصريح صحفي أن لجان الطوارئ التابعة للمحافظة باشرت عملها منذ اللحظة الأولى لسقوط الأمطار والعواصف لتنفيذ خطة الطوارئ للكوارث المعدة مسبقا مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية انتشرت للمساعدة في الإنقاذ والإخلاء للأسر المتضررة في المخيمات إلى المدارس المخصصة للإخلاء المؤقت ولفت إلى أن لجان حصر الأضرار والأسر المتضررة باشرت عملها منذ انتهاء الموجة الأولى من العاصفة والأمطار وسترفع تقريرها إلى لجنة الطوارئ فيما مزالت لجان طوارئ الكهرباء تصلح ما يمكن إصلاحه من أضرار في الكهرباء بهدف عالة تيار الكهربائي إلى المخيمات والأحياء السكنية التي قطعت عنها ونوه الدكتور مفتاحي لأن الأعمال التي قامت بها لجنة الطوارئ سابقا لحماية المدينة من أضرار سيول الأمطار من عمل مصادر لمجاري سيول التي كانت تتهدد الأحياء السكنية خففت كثيرا من الأضرار وخففت من كارثة كبيرة كانت تتهدد المدينة هذا ولا يزال المنخفض الجوي مستمرا ويتوقع نزول أمطار خلال الساعات القادمة الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختم النشر مشاهدين العزاء ولمن فاتته التفاصيل عودة للتذكير بأبرز وأهم العناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسية يستقبل السفير الأمريكي ويدعو إلى إسناد دولي للجهود الحكومية في مواجهة آثار المتغيرات المناخية رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعذو المجلس طارق صالح يعقدان اجتماعا بمحافظي المحافظات المتضررة من آثار السيول والفيضانات وفاتوا وإصابة 14 نازحا وتضرروا أكثر من 7000 مأوى في مأرب جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الأخبار الرئيسية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية زكا تحية من طاقم العمل ابقوا دائما في أمان السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة